وإذن الحجاج اليوم يرمون جمرة العقبة بأول أيام عيد الأضحى المبارك نقف على تفاصيل هذا اليوم وأجوائه من المشاعر المقدسة معي عبر الهاتف محمد رابع السحفي والإعلامي المتخصص برصد شؤون موسم الحاجم سالخير أهلا بك معنا سيد محمد ماذا يمكن أن نعرف عن هذا اليوم كيف كانت الأجواء طبعا حجاج بيت الله الحرام قضوا أجواء إيمانية روحانية في مكة المكرمة طبعا بدأوا من بعد صلاة الفجر عندما صلى الحجاج في مسجد المشعر الحرام في مزدرفة انتقلوا ثم توجهوا إلى ميناء ورموا جمرة العقبة ثم توجه أكثرهم إلى مكة المكرمة لأداء طوافة الإفاضة وسعي الحج وقد شهد المسجد الحرام اليوم توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام يقارب عددهم تقريبا بمليون حاج أو أكثر ممن حرسوا أن يعدوا طوافة الإفاضة وسعي الحج اليوم حيث لا يبقى لهم بعد ذلك سوى طوافة الإفاضة طوافة الوداع أكثرهم وقد شهد المسجد الحرام طبعا امتلاء الأروقة وصحن المطاف والساحات كون اليوم يوافق يوم الجمعة وانتظر عدد كبير من المصليين حتى أدوا صلاة الجمعة ثم بدأت وفود الرحمن في مسيرة منظمة من قبل الإهدار العام للمرور وقيادة أمن الحج ووزارة الحج وكافة الجهات الصحية والإعلامية التي شاركت في تنظيم مسيرة الحجاج وعاد أكثر الحجاج الآن في ميناء لقضاء أيام التروية أيام التشريق الثلاثة أيام وهي طبعا اليوم يوم العيد أرامو جورج جمرة العقبة غدا أول أيام التشريق سيربون الجمرات الثلاثة لكن الآن وضع الحجاج في ميناء مستقر والأمور كلها تسير للأحسن وليس هناك أي مشاكل وكل الحجاج أخذوا أماكنهم في مقيمات حجاج الداخل والحجاج القادمية الخارج والجهات المسؤولة تؤدي دورها على أكمل وجه حتى عدد المخالفين لأن هذا السنة تراجع بشكل كبير حتى لا يوجد محاولات راهنة بالبعض وربما كمواسم حاجب سابقة كثيرة على محاولة تخريب الأجواء إلى أي درجة الإجراءات الأمنية مشددة جدا الحمد لله ليس هناك أي أمر يعكر صفو الحجاج في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة يعني يوم أمس قضينا يوما جميلا يوما رائعا يوما هادئا في عرفات بشكل سلس جدا حركة المرور كانت تسير بإنسيابية عجيبة حتى وقت النفرة بعد أن انطلق موكب الحجيزي في مسيرة النفرة من عرفات إلى مزدلفة كانت حركة المرور تسير بخطة ثابتة ذلك طريق المشاة كان يبج ويمتلئ بالمشاة بعدد كبير جدا من حجاج الداخل وبعض حجاج الخارج وصلوا إلى مزدلفة في زمن قياسي وأدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مسجد المشعر الحرام حتى أن وقت صلاتي العشاء والمغرب العشاء في مسجد المشعر الحرام لم يكن هناك ازدحاما شديدا لأن الضيوف الرحمن انتشروا وتوزعوا على مساحات مزدلفة سبحان الله من يرى هذه المساحة يظن أنها لا تأخذ هذا العدد لكن مهما كثر عدد الحجاج تجدهم ينتشرون وتستوعبهم المكان شكرا ينعاد عليك من المشاعر المقدسة عبر الهاتف محمد رابع سحفي والأعلامي المتخصص في رصد شؤون موسم الحاج اشتركوا في القناة